نقالوا تفضل. السلام عليكم. وعليك السلام تفضل. الجندي معك. تفضل. اه انت اولا شغلة فنيا انت مخلي هذا معرف يعني هذا رقمك? الايه? مخلي الرقم على الشاشة هذا معرف للتيلجرام? ايوه ده بتاع تيلجرامو. ما يطلع هيش اذا بشرقم. ما يطلع لازم تخلي معرف. لا بيطلع والناس كلها بتتصل عليه. ما حاولت ما تطلع. المهم تقول تقول ان الاية وما ندعو كل الناس بامامهم. تقول الامام ان هنا الكتاب. صح? علمائك قالوا كمان ان هو الكتاب. انت تقول الكتاب? انحنا نقول نعم الكتاب وعلماء قالوا الكتاب? طيب. طيب. هل اتفقتم? هل اتفقتم على انه الكتاب في تفاسيركم? انت شايف ايه يعني? معلش انت شايف ايه? انا شئلك اتفقتم انتم على انه الكتاب? يا سيدي انت اولا اولا عشان تبقى فاهم. جميع التفاسير بتختلف. ولكن انا جبت الاية دي اسمعني بس. انا جبت الاية دية عشان اشرحها بالمفهوم الشيعي. وفي بداية الحلقة في بداية الحلقة قلت نحن اهل الصنة الجماعة نقول انها الكتاب. والشيعة قال لبعض منهم انها الكتاب وقال لبعض منهم انها الامام. فانا اناقش الاية بمفهوم شيعي. انت جاي بقى حضرتك دلوقتي بتتزاكى وعايز تدخلنا في حوار التاني خالص. هل اتفق اهل الصنة الجماعة على ان هذه الاية كتاب ام امام? صح? خلصت? خلصت. ماشي. تقول نحن الصنة نقول الكتاب. وانتو ما متفقين على انه الكتاب. جميل او الحمد لله رب العالم مش متفقين. اتفضل بقى قلنا هل الامامة اعلى مرتبة ام لا? انت تسل عن الاية هذا شواء ثاني. اي 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 انا من السؤال تاني هو سؤال الحلقة ده اللي انا جبت عشانه الاية. نترك الاية نترك الاية نترك الاية? لا انا ما كلمت اترك الاية انت بتدخلني في خلاف الاية انت عندك هل هي الكتاب ام الامام? كشيعي. انا اشيلك الامام اشيلك خلاص طمنتوا عندكم مختلفين برضو وفي منكم بيقول الكتاب. من قال? من قال? اتفضل يا سيد اسمعني. طلها على الشاشة بس مو من الموقع ها من الكتاب. لا ما تعدش تقول لي من الموقع ما تعدش تستظرف كتير. اللي انا بقدمه لك اسمعني. اللي بقدمه لك من الموقع. لو طلع الموقع غلط. قل لي والله يا ولدي اسماعيل انت ذلست علي. بسيطة. بلى الشغل يعني عارف انت. بلى الشغل الاطفال. يعني حاول تكلمني كده. خلينا الكبار شوية. تمام? بس كده. خلي 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 حباطر بادب وبدون. خلينا بس يا ماما خلينا بس. بص يا سيد. بيقول ايه? مين? عجبها لك انا. يا لا تظر على الشاشة. عجبها لك عجبها لك. ما انا بطلح. ما تقول لا اشي. هادي الكاميرا على الشاشة. مجمع البيان في تفسير القرآن. ماشي? تمام? شايفة ولا? اشوف اشوفة طيب اقول لي بس ان انت طلعتها. يلا ما اشق رأي. طيب بقول ايه? المعنى لما تقدم قول ابليس. الذي كرمت عليه ذكر سبحانه وتعالى. ذلك تكرم لبني ادم بانواع الاكرام وفنون الانعام. فقال قد كرمنا بني ادم. تمام? خلينا نروح للآية على طول. فين الآية حملناه في البحر? اهو بيقول ايه? يوم ندعو كل اناس بامامهم. فيه اقوال احدهما ان معنى نبيهم. بنبيهم عن مجاهد وقتاذة. ويقول المعنى على هذا ان ينادي يوم القيامة. فقال هاتوا متبع ابراهيم. هاتوا متبع موسى. هاتوا متبع محمد. فيقوم اهل الحق الذين اتابعوا الانبياء. فيأخذون كتابهم بايمانهم. ثم يقال هاتوا متبع الشيطان. هاتوا متبع رؤساء الضلالة. وهذا مع معنى ما رواه سعيد ابن جبان عن ابن العباس. وروا ايضا عن عليه. ان الامة امام هدى وامام ضلال. ورواه الوالي. عنه باماتهم في الخير والشر. وثانيين معناها بكتابهم الذي انزل عليهم من اوامر الله ونواهي. فيقال اهل القرآن ويا اهل التوراة. عن ابن زيد والضحاك. وثالث هما ان معنى بمعنى ان كانوا يأتمون به من علمائهم واماتهم عن الجبائي وبعبد الله. وابي عبيدة اسف. ويجمع هذه الاقوال ما رواه الخاص والعام عن الرضا عليه السلام ابن موسى بالاسانيدي صحيحة انه روا عن ابايا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فيه يضع كل الناس بامام زمانهم وكتاب ربهم وسنة نبيهم. ايه رأيك? رأيي يا شيخ يا وليد. ما بلاش تهتاه بقى وتعتع بقى. بلاش تهتاه وتعتع بقى. عن تهتي وانت تعتع. اسمع يا وليد اسمع اسمع يا وليد. ما تعليش حسك طيب انت انت تخضت ليه طيب? ما تعليش حسك خلينا بالراحة كده. حتى تسمعني حتى تسمعني حتى تسمعني. حتى تسمعني انت مكمل. لا ما تعليش حسك ما تعليش صوتك انا سامعك من غير اي حاجة ما تعليش صوتك. الاول ايه رأيك في التفسير. التفسير صلى الله وسلم وين كتاب شيع يقول صلى الله وسلم? التفسير ده طب ممكن انت معلش يمكن الموقع مزور. اسمعني بس اسمعني اسمعني اسمعني. يمكن الموقع مزور اسمعني 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 اسمعني. يمكن الموقع مزور ممكن تفتح لنا انت كده وتقرأ لنا من عندك. انت تدعي. افتح لنا انا انا مريش حاجة والله. افتح لنا انت الموقع من عندك وتفضل اقرأ. صلى الله عليه وسلم امين جبتي? هاي كتب سنية. يا عم افتح بس مجمع البيان في تفسير القرآن تقول لي كتب سني. هذا موقع مالكم. يا عم خلاص ده على فكرة الموقع ده موقع رافضي عشان تبقى فاهم بس. رافضي كتب وسلم صلى الله وسلم. ايو والله لان تفسير التوسي والطبراسي بيكتبها كده حضرتك. خلاص انا انا غلطان لك يا سيدي انا غلطان وبعتذلك اتفضل انت باقرأ انه الكتاب ولو ما طلعش فيها صلى الله عليه وسلم هتبقى مشكلة. اعتذارك مقبول. اعتذار مين يا انا اعتذار مين انت بتفهم بالمشاكل انا بقول لك بعتذلك على الموقع ده اتفضل اقرأ. وهيطلع لك به برضو صلى الله عليه وسلم اتفضل. ماشي سمعت. خل احجي خل اكمل. محاضرة الوحوار هو. اتفضل افتح لي الكتاب واقرأ منه. خل خلي اكمل مور عشان هذا. اتفضل افتح الكتاب واقرأ منه. يابا امو محاضرة اذا محاضرة اليش فاتح مجال الاتصال. افتح الكتاب وقرأ منه. خلى كمل خلى كمل بما انه اعتذرت. بما انت بتقرر انا بقول لك باعتذلك على الموقع ده وافتح الكتاب يلا اقرأ منه. وهتقرأ صلى الله عليه وسلم. انت بما انك اعتذرت انت بتقرر علي. ماشي. انت بتفهم بالمشاكل ولا ايه? اقبل عشان بتسجل اقبل اعتذارك طب مش معتازر والموقع اللي انا بقرأ منه صحيح يخسن بالله صحيح نفسي ما في كتب فضل تتفهم غلط اسمع ياد اسمع الآن افتح الكتاب وقرأ منه فضل اه اصدق بالمناسبة يا وليد افتح الكتاب وقرأ منه لو سمعت افتح الكتاب لو سمعت وقرأ منه كده وحتقرأ لنا صلى الله عليه وسلم فضل اسمع اسمع посмотреть الآن انت اعتذارك عن عن الموقع انت لا اهبل يلا انت لا ياهبل يلا انت اهبل انت اهبل ولا عايز يهرب انت اهبل ولا عايز يهرب ولا شكلك كده ولا وقيم استهبله بقولك انا بعتذلك على اني جيبتلك الموقع اتفضل انت بقتلي موقع مفweet صلى الله عليه وسلم او كتاب انت بتفهم من انك في القوم ايvid د militarnation بنت دخلنا في خايفين دخلنا في خايفين خلّك كمّل الفكرة لا أكامل الفكرة الآن امتّة بتفسيركم انتف thì juntsp också انتفقte قرأنا de kita i nosotros ונ�ων ci showcase الموقع editor 스포 im di di خلاص للكتاب يالله. يا عم يمكن الكتاب لها صلى الله عليه وسلم والرناك لتفضل. يا الله يلا جاوب. اتفضل اقرأ من الكتاب وانشوف اهلا صلى الله عليه وسلم وللا. اهلا يا جاوب. اتفضل اقرأ من الكتاب. قول لي خلاص مش هقرأ من كتاب وخلاص وانعديه. والله ما هي Blogs والله ما عديه اتفضل اقرأ من الكتاب يا عم سيبك من اتفقنا وما اتفقناش انت مش تحدثني وجبتلك انكم ايضا اختلفتم فيها اتفضل ازاي اتدعيت وما سبت اتفضل اقرأ لنا تفسير الاية دية من مجمع البيان اتفضل اتفضل انت والله مزنوء يا ابني والله هتلفه الدور والله ما عتعرف تعدي النقطة دي فما تلفش ودود كتير اتفضل اقرأ من مجمع البيان في تفسير القرآن الآن يا دي وليد اسمع يا لأ انا لما انا ولو بعمل فيكو كده اما لو كنت كنت عملت فيكو ايه اتفضل اقرأ من مجمع البيان خايف تقرأ ليه اسمع اسمع اذا تقلط ارجع عليك الغلط بغلط يا عم اخلص اخلص بس اخلص يا سيدي يا سيدي اخلص اتفضل اقرأ من مجمع البيان يا عم اتفضل اقرأ من مجمع البيان لو سمحت يا سيدي انت بتتحدان هو اصلا عندكم اختلاف فيها يا عم انت بتتحدان ان احنا اختلافنا طب من انتوا عندكم اختلافتوا فيها اتفضل اتفضل حضرتك اقرأ انت انت كتابك اقرأه انت بسير البيان المجمع البيان اتفضل اثبت اثبت اننا مختلفين اهو انا اثبتتلك من الموقع اللي حضرتك انت مرضد بيه اتفضل انت بعت لموقع تاني او كتاب اقرأ منكشفتك بانه سنعتذرت يا ابني اتفضل اقرأ لو سمحت اكشفتك بانه هذا الموقع سنعتذرت عنه انت غبي يا لا يلا انت غبي انت غبي انا قلتلك انا اسف لك ان انا جبتلك موقع اتفضل انت بقى اقرأ كتابك اسمع يا حنان لا تغلق احمد الامام يستلم عليه جوزه شنو موضوع حنان حنان دي تبقى امك اكيد وتمسكت معاها هتكون مين يعني اه يا حنان اه يا حنان اما انا بقولك حنان دي اكيد تبقى امك ما هو عرف حنان منين اكيد تبقى امك او امه عشان كده عرف ان انا كنت بقى احلها ماشي ماشي بس هي تلعت بقى مين حنان في الاخر هي تلعت مين امك وان لمو اترك الحوار بالاية وخلينا بحنان اه يا حنان روح الى اهبل انت الحنان الغبي ده اللهم اناéه اللهم امرف شكرا